السلام عليكم برحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حارة التقسبي المغرب فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر تحتية النمج العالمي ولموضة المعنية بأمطار الخير سوف دعمنا باللايك والله يرحم الوالدين وبالنسبة إن شاء الله ليوم غد بإذن الله فأمل المتوقع فضرور إخوان تشاهدوا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا المناطق المعنية بأمطار الخير وبالنسبة ليوم غد إن شاء الله فيحتمل أن تكون بعض القطارات المطارية أقصى جنوب مملكة تبقى ضعيفة ومتفرقة مع تقدم كذلك أمطار مهمة إن شاء الله وكذلك منخفة جو أطلسي قويفة في فبراير إن شاء الله قادم بقوة إن شاء الله للمملكة سيؤدي إلى أمطار مهمة بالنسبة ليوم لأحد الفترة المسائية فيتوقع أن تستمر بعد تساقطات المطارية على تازنغت وطاطا وبإذن الله أغرم وبعض القطار المطارية على الداود وأصوار وأمتانوت بالنسبة لباقي المناطق وخلاص تكون أجواء مستقرة إلى قلة سحب كذلك اليوم الإثنين في الفترة الصباحية فيتوقعوا بإذن الله دخول تساقطات المطارية مهمة إن شاء الله على المناطق التالية على الزاقورة وفمسجيد وكذلك تعطى بإذن الله وأغرموا إتباهة وتارودانت وتاليوين وتافرود أمطار حاضرك كذلك إن شاء الله على أشت وتيزنيت وأفركات بعد تساقطة المطارية على أسزاق تبقى لسبيل ضعيفة والرشيدية وأخرى يبقى ستكون بعض القطارة الضعيفة والمتفرقة بالنسبة للفترة بعد تساقطات المطارية فوق الأطلس تبقى ضعيفة ومتفرقة مع تقدم أمطار الخير في الأيام القادمة سوف نقدم لكم في هذا الفيديو إن شاء الله نسأل الله التبات بالنسبة كذلك اليوم الثلاثة واحد فبراير فيتوقع بإذن الله أن تستقر الأجواء وأتقدم منخفة جو أطلسي سنرى إذا كان سيخرج إلى الملكة في الأيام القادمة وكذلك اليوم الأربعة بإذن الله أجواء كذلك مستقر رامي احتمال أجواء غائمة على كذلك مرتفعات الأطلس قطارة ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لليوم الخامس بإذن الله وكذلك اليوم جمعة بإذن الله فيتوقع يدخل بعض تساقطات المطارية على باب برد بالنسبة لفترة بعد الزوال بإذن الله فيتوقع يستمر هذه الأمطار الخير على المناطق التوسطة كذلك والمناطق المعنية فهي سكوريا مداز وكذلك تونفيت وإم الشيل وأزيلال وبني ملال وتبين مع تساقطات تلجية أسول وكذلك أكيمدن قدير بوشيبة وكذلك قل استغنوا برد ربما تكون بعض القطارات المطارية إمن تانوتو أمزنزو أكيمدن ومراكوش وأمطار ضعيفة نسبيا كذلك على خريبقة وأقصى شمال المملكة بالنسبة ليوم السيد بإذن الله فيتوقع كذلك استمراء أمطار الخير على مرتفعات الريف وكذلك على الحسيمة وإساغن وأمطار حاضر إن شاء الله على تونات قرية بو محمد سيد سليمان ومكناس والخميسات فاس وتهلة وكذلك قرسيف وسكورة مداز وإفران وخنيفرة أمطار حاضر على الرماني بن سليمان القارة برشيد واتزم وخريبقاستاط وكذلك زوج شيخ بالنسبة لي باقي المرتفعات الأخرى وكذلك الأقاليم الجنوبية الملكة ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قاية سحب إذن الله في فترة بعد الزوال فيتوقع استمراء أمطار الخير على الناظر والحسيمة ببرد وادريوش وسكا وكنول وتونات وقارة ابو محمد وتازة وتهلة وفاس وكذلك قرسيف وسكورة مداز وإفران وبإذن الله خنيفرة والزود شيخ وبني ملال وتونفيت وميدلت وإيملشيل وأزيلان بالنسبة كذلك لباقي المرتفعات الأخرى أجواء ستكون أصافية إلى قاية سحب بالنسبة للفترة الليلية فسوف تستمر أمطار الخير وتساقطات الجهة أمطار نسبيا قوية على تونفيت وميدلت وميسور وكذلك الريش وكاراما وكذلك بإذن الله خنيفرة والزود شيخ وبني ملال وأزيلان وبعد تساقطات التلجي بإذن الله أقصى شمل المملكة هو الواجهة المتوسطية ستكون بعض القاطرات الضعيفة والمتفرغة بالنسبة كذلك للفترة الصباحية من يوم الأحد فيتوقع تكون بعض تساقطات المطاري فوق مرتفعات الريف بإذن الله بالنسبة للفترة مسائية سوف تستمر أمطار الخير على المناطق التالية على كيكو وكذلك كوطة الحاج وميدلت وخنيفرة وفاس نادور الحسيم وتطوان باب برد بإذن الله ومرشفعة الأطلس وعالتين غير بالنسبة ليوم اتنين بحول الله فمن المرتقب بإذن الله تقدم مرخفة جو أطلسي آخر إن شاء الله نسأل الله نيدخلها الملكة ويعطيه أمطار الخير آآ بشائر خير إن شاء الله تلعو في الأفق بدخول أمطار الخير وشهر فبرايس سيكون إن شاء الله آآ سيكون ممتر إن شاء الله أمطار سوف تكون كذلك حاضر اليوم الاثنين إن شاء الله نسألنا التابعة فهذه توقعات البعادة تتغير باستمرار ولكن آآ إن شاء الله تكون تابعة آآ خنيفرة وكذلك ميدلت وطات الحاج وف